أهلا بكم إلى جولة على أبرز أخبار المملكة العربية السعودية والعالم لليوم الخامس والعشرين من أيلول سبتمبر 2023 والبداية مع مقال من العربية الخارجية السعودية ندين اقتحام متطرفين للأقصى بحماية قوات الاحتلال أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وعبرت الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية وجدد التأكيد على موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وكان مئات المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحموا في وقت سابق بالأمس المسجد الأقصى في وقت أبعدت فيه القوات الإسرائيلية عددا من المصلين عن المسار المعتاد للإقتحامات التي جاءت تلبية لدعوات من جمعيات استطانية بمناسبة عيد الغفران اليهودي في صحيفة الشرق الأوسط لليوم السعودية تدين تمزيق جماعة متطرفة نسخان من المصحف الشريف في لهاي أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام إحدى الجماعات المتطرفة على تمزيق نسخن من المصحف الشريف أمام عدد من السفرات في لهاي وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها رفض المملكة التام مثل هذه الأعمال البغيضة والمتكررة التي لا يمكن قبولها بأي مبررات وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية وتتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف وتقود الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول على موقع الميديين لابيد تعليقا على اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية الموافقة على بند نووي ممنوع تطرق رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى اتفاق التطبيع المحتمل مع السعودية منتقدا بند حصولها على برنامج نووي مقابل ذلك وفي مقابلة مع الإذاعة العبرية قال لابيد أنا مع اتفاق التطبيع مع السعوديين لكن لم أكن لأوافق على بند تخصيب اليورانيوم وتابع إن ذلك سيجعل السعودية دولة عتبة نوبية والأمر هذا سيغير كل الصورة موضحا أن الإماراتيين سيريدون ذلك أيضا وأشار لابيد إلى أن المفاوضات هي قصة صعبة لكن بدل هذه الهرولة غير الواضحة يمكن إنجاز اتفاق مع الرياض من دون تخصيب يورانيوم مضيفا ممنوع علينا الموافقة على هذا الشرط وجاء ذلك بعد أن صرح وزير خارجية كيان الاحتلال إلي كوهان بأن مفاوضة التطبيع مع السعودية معقدة وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن أي اتفاق تطبيع لا يساوي المس بأمن إسرائيل وذلك في إشارة إلى الأثمان التي يمكن أن تطلبها السعودية في مقابل التطبيع إلى موقع فرنسا فانت كاتر الرئيس الإيراني يعتبر أن مساعي التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج ستنتهي بالفشل رأى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن المساعي الأمريكية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج وبينها السعودية محكومة بالفشل وقال بأنها لن تشهد نجاحا ويبدو أن الرياض تقترب كل يوم أكثر فأكثر من التطبيع مع تل أبيب وفق ما صرح به في وقت سابق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقد تلطح قريبا بركب الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل في إطار معاهدة أبراهيم وشهدت العلاقات الإيرانية السعودية في الأوين الأخيرة نوعا من الدفئ ما ساعد على فتح محادثات بين أطراف النزاع في اليمن باعتبار الرياض وطهران تتوجهان في هذا البلد الذي مزقته الحرب بدعم كل منهما لجهة ضد أخرى فإيران تعد الحليف المهم للحوثيين والسعودية ينظر لها كداعم رئيسي للحكومة المعترف بها أماميا نتابع هذه الجولة في الخليجة أونلاين كشف عنها بن سلمان ما أبرز معالم رؤية السعودية عشرين أربعين يبدو أن طموحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لن تتوقف عند تحقيق أهداف رؤيته الإصلاحية الشهيرة عشرين ثلاثين التي قلبت معالم اقتصاد المملكة لتتنوع موارده بدلا من الاعتماد لعقود طويلة على إرادات النفط الخام ومع التقدم السريع في تحقيق أهداف رؤية عشرين ثلاثين قبل انتهاء مدتها الزمنية بدأت معالم خطة جديدة تتكشف مرتبطة بالعام ألف عشرين أربعين وهو ما ظهر في تصريحات ولي العهد خلال مقابلته مع قناة فوكس نيوز الأمريكية وقال بن سلمان في المقابلة إنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام عشرين أربع وعشرين وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية عشرين أربعين والإعلان عنها في عام عشرين سبعة وعشرين أو عشرين أو عشرين وعشرين وهذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه يذكر في هذا الجانب أن ولي العهد السعودي أطلق رؤية المملكة عشرين ثلاثين في العام الفين وستعوش وكانت أبرز أهدافها تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط ختام هذه الجولة إلى اللقاء